بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء وموسى في استشهاد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب حسن بن مبخوت جابر الشبواني وهو يتصدى للميليشيات الكهنوثية في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية ونوه رئيس الوزراء بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية واستمساله مع أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب لمواجهة ميليشيات الخوثية الانقلابية ومشروعها الكهنوتي إضافة إلى أدواره المجتمعية وتفانيه في عمله وخدمة أبناء المجتمع مشيرا إلى أن الشهيد البطل ورغم مهامه ومسؤولياته فضل أن يكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الثورة والجمهورية ومعركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني وأعرب رئيس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبي وكافة آل الشبواني سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر